اشتركوا في القناة استراتيجية مؤسسية بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي في العديد من المجالات ومن المقرر أن تعتمد هذه القمة وثيقة البرلمان العربي بشأن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي كما ستشهد القمة إطلاق التطبيق الإلكتروني المعني بمكافحة الإرهاب والذي شارك البرلمان العربي في تعريبه لتعظيم الاستفادة منه على المستوى العربي ترجمة نانسي قنقر